اهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة عندنا فيديو مهم جدا 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 وبرنامج بتسائل عنه انا ما بتسائلش عن البرنامج بس بتسائل على الحاجات اللي بيعملها البرنامج تقريبا بشكل شبه يومي وهو برنامج تينور شير فور يوكي ليه البرنامج دوت مهم برنامج دوت مهم لانه في ناس كتير قوي بتنسى الباسكوت بتاعه او رمز تسكيل الدخول بتاع الايفون او بتنسى الابل اي دي الاكاونت بتاع ابل على الموبايل او بتنسى حاجة اسمها الام دي ايم ودوت بيبقى الايفون بتاعه تابع لهيئة ما سواء جامعة او مدرسة او جهة ما وافلاق او بتعمله من خلالها فالبرنامج البسيط دوت هيقدر بكليك واحد من الكمبيوتر يتخطى الباسكوت ويتخطى الابل اي دي ويتخطى كمان في صندوق الوصف او في الديسكريبشن تحت الفيديو هتلاقوا لينك البرنامج وهتدوسوا على اللينك دوت هيفتح لكم صفحة الجاملة ديت اهم ما يميز البرنامج دوت انه او بيدعم بشكل كامل اللغة العربية لو حد بيداق من الانجليزي اول ما بتفتح الويب سايت بتلاقي اسم البرنامج بيقول لك الحاجات اللي بيقدر يعملها وتحتها تجربة مجانية واشتار الان لو نزلت شوية كده هتلاقي اول حاجة بيقول لك عليها ان هو بيقدر يتخطى وبعد كده بيقول لك انه بيقدر يتخطى الابل اي دي او اكاونت ابل على الموبايل وبيقدر يزيل كل انواع الرموز اللي هو الفينجر برينت ريدر اللي هو التاتش اي دي او حتى الفيس اي دي لو انت موبايلك من اول الايفون اكس وانت طالع وكمان بتقدر من خلاله تعمل ريسيت للموبايل بدون ما تدخل الباسورد بتاع الجهاز خلالنا بقى نحمل البرنامج بكل سهولة احنا بندوس على تجربة مجانية او اشتار الان لما بتدوس هنا بيقول لك انه هو عايز يتصيف على الجهاز بتاعك فقط تعمل له وديت شاشة البرنامج وديت التلات حاجات اللي موجودة تحت اللي ممكن يعملهم وكمان اللي احنا هنعملهم مع بعض اول حاجة تقدر تعملها انك تتخطى الابل اي دي تاني حاجة ان انت تتخطى الباس كود او رمز دخول الموبايل واخيرا تقدر تتجاوز الام دي ام اللي بتبقى اجهزة تبعة لهاي امال اللي احنا قلنا عليه خلينا بقى ناخد نموذج لايفون سيفن نسيين رمز الدخول بتاعه او الباس كود اول حاجة بنعملها بندوس على ابدأ في الفتح وبعد كده بيقول لي انه هو هيقوم بعملية ازالة لرمز المرور او الباس كود دي هات نقطة مهمة جدا وبيه البرنامج بيطلب مني ان ادخل الايفون بتاعي لوضع زي ما هو واضح ما الصورة كده الوضع بدوس على زرار الباور او الزرار بيقفل الجهاز بافضل دايس عليه وافضل دايس على الزرار بتاع خفض الصوت الاثنين مع بعض وبتأكد قبلها انه جهازي متوصل بيه الكمبيوتر زي ما احنا شايفين الكابل متوصل بيه الموبايل والكابل التاني متوصل بيه اللابتوب او الكمبيوتر اول ما يظهر للعلامة بتاعت اللابتوب دي على الايفون بتاعي فهو كده في وضع الخطوة اللي بعد كده البرنامج بيطلب مني ان احمل اخر نسخة اي او اس وحاليا هي الاي او اس فورتين بوينت سيكس والخطوات اللي جاية بعد كده انا مليش اي دخل فيها البرنامج هو اللي بيقوم بيها والبرنامج دلوقتي بيقول لي انه تم ازالة رمز مرور الشاشة وبعدها الجهاز اقدر استخدمه براحتي خالص مش هيطلب مني الباس كود تاني او رمز الدخول وبس كده انا كده قلت كله عندي النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكو وافاد ناس كتيرة لانه الفيديوهات دي هات بتفيد ناس كتير قوي زي ما قلتلكم لينك البرنامج هتلاقوه في الديسكريبشن وقلولي كده في الكومنتات ايه اكتر مشكلة قبلتكو في الايفون وعرفتو تحلوها ازاي ما تنسوش تعملو لايك للفيديو تنسوش تعملو واشوفكو في فيديو جديد